تأملت على طاقة الحياة حيث تعاني البشرية من ضعف في منطقة البطن المرتبطة بشكل الضفير الشمسي وهذا يؤدي لنقص كبير بهرمون السعادة إضافة إلى اضطرابات مختلفة وأمراض عديدة الحل بسيط يحتاج انضباط يومي عدا عن نظام الحياة التأمل مفيد جدا نجلس باستقامة العمود الفقري عم ننظر لأمامنا بحدود نصف متر وكأن العينين نصف مفتوحتين بزاوية 30 درجة نأخذ شهيق زفير عم ننظر نظرة الشاهد لأحداث الحياة مراختي الجسم تاف تراعين شهيق نجديد نحبس النفس زفير نشعر من خلال هذه النظرة بأننا نمتلك ونقدر هذا الوجود المادي لأنه قدر من الله ورسالة خالصة له نقدر هذا الجسم المادي من أكد على استرخاء كل الجسم الآن نغمض العيون نأخذ شهيق من جديد نركز على المستوى الثاني من وجودنا زفير زفير باستراحة بلطف كل شهيق عم نشحن الخلايا وبالزفير عم بصير في استرخاء نتصور وجودنا الثالث وكأنه الجسم الثالث هو شمع لهب عبيعطي ضوء هو بمنطقة الرأس بمثابة الفكر الفكر الآن يتمدد بنور الشمع يتوسع بحسب جدران المكان اللي احنا موجودين فيه نفكر بقمة الرأس بنقطة مضيئة بقمة الرأس نتوسع باتجاه السقف فكرنا قابل للتوسع قابل للتمدد ناخد شهيق مجديد زفير نتصور كيف انه نحنا كالسمكة بداخل الماء نفس الشي نحنا ضمن الهواء هو داخلنا وخارجنا نشعر بلطف لطف وجود عناصر الوجود اللطيفة فينا نحن الآن نمتلك نسيطر على وجودنا الثلاثي المادي والذبذبي والإشعاعي من خلال قوة الفكر من نقطة مضيئة بقمة الرأس ننزل بالتدريج للأسفل من خلال من نحس بمنطقة الجبهة بعدين قف الرأس الحنجرة من خلال نحس باتساع ready منطقة الحنجرة من نحس باتساع زرقة السماء منطقة منطقة يتصل من خلال هالعالمين العلوي والسفلي ننزل للأسفل حتى نصل لمنطقة البطن نركز فكرنا بمنطقة البطن الآن وعينا عم يخترق أنسجة وجدران وطبقات البطن نتصور أهمية وجود وعينا بهذه المنطقة نحس بطاقة بمجرد الانتباه إلها تبدأ بالنشاط والعمل من جديد نشوف الكبد البنكرياس نشوف المعدي التحال الأمعاء المثاني كل هذه الأعضاء تشكل وحدة متكاملة ليستمر وجودنا المادي بشكل نشيط وقويم ندخل العمق أكثر بهذه الطبقات لمركز البطن نقطة مضيئة بنص منطقة البطن نركز انتباهنا بهذه النقطة شكرا شكرا أعداد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لعمل هذه الطاقة يبدأ انتاج هرمون السعادي هي منطقة العصب المبهم بتخلي الانسان بهدوء واسترخاء بتخف عنه كثير امراض همه الضغط السكري ناخد تنافسه مجديد نتيجة هذا الهدوء بمنطقة البطن الفكر صار في قابلية للتمدد والتوسع اكثر صار بيقدر يتسع يتمدد بكل الاتجاهات صار بيقدر ينسجم مع نظرة الشاهد على احداث الحياة ينظر نظرة هادئة واقعية عاقلة للامور نتيجة قوة الوعي اللي عم تستخدم الفكر قوة الوعي فينا مرتبطة بالنفس وتأثير النفس على الفكر قوي وله تأثير فعال باتجاه بناء وجودنا الروحي بتخف وطأة الأحداث الخارجية علينا وثقل تناقضات الحياة بصير عنا روح التخلي هذا الزهد الداخلي نتيجة الوعي ليس قلة حيلة خارجية بل ارتباط بقوة فاعلة داخلية الانسان اللي بيرتفع بوعيه الداخلي لهذا المستوى بتخف تأثيرات ضغوط الحياة عليه يبدأ بالسير على مسار الحقيقة لمعرفة الذات ويصبح بمبدأ الفعل الأكبر بالجهد الأقل وتنطلق منه موجة سلام تجعل واقعه بسلام ناخد شعيق من حسب وجودنا المادي أكثر منحس بمعنى انه نحن فعلا كائنات روحي تمر بتجربة جسدية نشعر بأهمية الارتباط بهذا الوعي السامي وتجسيده في منطقة البطن تحديدا من أجل الشفاء لصيانة وحماية هذه المركبة المادية فلها أهمية كبيرة في أن نبقى أصحاء لنعطي مثال الحياة لمن ماتت بهم الحياة ناخد شعيق من جديد ما تستعمي على الوجه زفير نشعر بسعادة الوعي سعادة الناعي أصلنا حقيقتنا الناعي الشيفرة الكونية التي نحن مفطورين عليها سنبتسم لها أكثر نشعر بكل خلية من خلايا تبتسم لهذه الشيفرة الكونية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة